السلام عليكم حلقتنا النهاردة عن القرش وفي محاول كثيرة هيتكلم عليها أهمها هل القرش مفترس أم فريسة وهو لما يكون مفترس إيه فرائسه وهو لو كان فريسة إيه مفترسينه وما هو ألد أعداء القرش أهلا بكم معكم العالم الصغير دلوقتي هنوضح لكم إزاي القرش مفترس أو فريسة القرش مش مفترس بل بالعكس هو فريسة ليه بقى هو لما انت تيجي تشوف الأفرام الأمريكية شبه جوز هتلاقي القرش وحش عن راك بيحاول يبحث عن البشر وعشان يكلهم لكن ده غلط القرش مش بيأكل البشر والبشر مش على قائمة طعام القرش وبالعكس الإنسان مفترس أكتر من القرش لأنه بيقتل 100 مليون قرش سنوية والقرش بيقتل 10 سنوية والقتل ده بيكون فضول عشان يضوء طعم الإنسان أو ممكن لأن الإنسان بيربس فضلات غوص شبه تلب البحر اللي هو بيعتبره وقبله فبيحصل حوادث كثيرة من الأسباب دي وفيه أعداء طبعيين كثير للقرش مثلا الحوت القاتل ومثلا التمساح الدولفين وحتى حيثان العنبر الحوت القاتل هو يعتبر من ألد أعداء الإرش الحوت القاتل هو من فصيلة الدلافين ويصنى أيضا بالأرقة وهو يحب أكل كبد الإرش وزاي بيعمل المرحلة الخطيرة دي وهذا ده مع كل القرش أوه مع كل القرش وبيعملها اللي هو بيحاول يقلب القرش على ظهره لحتى يجيله مرحلة الشلل يعني إيه مرحلة الشلل يعني بيتشل لما يتقلب على ظهره من مدة تصل إلى 15 دقيقة إلى 20 دقيقة وهو من أسكى الحيوانات لكده احنا قلنا اللواء من فصيلة الدلافين التي تعرف بزكائها المرتفعة وفيه حاجة تانية بتميز الحوت القاتل عن القرش سرعته وزكائه واللي هو بيهاجف مجموعات ويش بيخاف من القرش وثانيا إن القرش انفرادية بيش بتحب تهاجف مجموعات والقرش دائما بيتخاف اللي يتقرب من الحيتان القاتلة أو القرش هل حيتان القرش بتاكل البشر؟ وهل هي أو شافت قرش بيهاجم إنسان؟ هل هتساعد الإنسان؟ ولا هتاكل القرش والإنسان مع بعض؟ شبه ما احنا قلنا اللي هي من فصيلة الدلافين الدلافين هي من عائلات لطيفة مع الإنسان لكن في عالم البحار هي حاجات دموية جدا ومتعطشة للدماء فالكده لما الدولفين اللي هو أو الحوت القاتل يشوف الإنسان هو بيتعامل معاه ده خالص أكأنه دولفين لكن بلون مختلف أو بطبع الدولفين لكن أو فيه إنش بيهاجم الإنسان على طول الحوت القاتل ده هيموت الإنش بأكثر سرعة لأنه بيحب الإنسان شبه الدولفين دلوقتي هيتكلم عن حوت العنبر حوت العنبر يعتبر من أشرص الحيتان في البحار والمحيطات وهو يتغزى على الحبار العملاق ويضطر حوت العنبر إلى أن ينزل إلى قيعان المحيطات حتى يأكل الحبار العملاق ويطلع به إلى السطح وهو يزن حوالي أربعين طن حوت العنبر أكبر من الإرش المراحل وهو يأكل فرائس أكبر من الإرش فإزاي الإرش هيعرف يهرم من حوت العنبر دلوقتي نحن نتكلم عن العدو الثالث وأنتم مش متوقعين وهو التمساح التمساح المياه المالحة يعيش في أستراليا وهناك برضو القرش القرش في أستراليا بلدك في كل أنحاء العالم لكده الاتنين ممكن يتقابلوا مع بعض القرش ممكن يكون أقوى بمراحل لكن التمساح أزجى بكتير التمساح بيحاول يجذب القرش إلى السطح ولكده النهاية بتكون حسمة على القرش يعني إيه حسمة على القرش؟ يعني التمساح بيتفوق على القرش في المرحلة دي يستدرجوا للسطح وبعدها ينقض على الفريسة وهي القرش ويكون مصيرها الموت والتمساح غنع للتعريف اللي هو وحش بيأكل أي حاجة قدامه بيأكل حيوانات برية حيوانات مائية هو كان من أكتر من أربعين مليون سنة وكان أكبر من اللي احنا متصورينه دلوقتي احنا نتكلم عن الدلافين الدلافين هي تعطور من ألد أعداء القرش شبه حياتان الأرقى مش حياتان الأرقى تعطور فصيلة من الدلافين الدلافين شبه ما قلنا هي حيوانات دموية ومتعطشة للدماء فالقرش بيخاف من أي دولفين مهما حصل وحتى لما انتوا تبصوا على الفيديو اللي قدامكم ده القرش بيحاول يهرب بأقصى سرعة لأن الدولفين يعتبر كل مخاوف القرش فهو عندما يرى فالإنسان في حالة غرق من القرش سوف يجري بأقصى سرعة حتى يقتل هذا القرش طبعا احنا عارفين أن الدولفين هو لطيب بالنسبة لنا لكن في عالم البحار حاجة تانية وقلد أعداءه اللي هو شبه بيأكل جبده برضك لكن بيأكل حاجات معاها هو الدولفين دلوقتي حد يسألني طب هيقول لي طب الميجالودون ما كانش أقوى حيوانا في التاريخ إما ميجالودون كان لنفس الأعداء الطبيعيين هتقول لي ازاي قبل زمان زمن خالص كان الأكسوجين نسبته أعلى فالحيوانات كانت كبيرة زيادة عن اللزوم في القرش الميجالودون هو كان كبير أصلا لا كان نسبة الأكسوجين المتفعة وهو كان لنفس الأعداء الطبيعيين طب ازاي هم كانوا من 400 مليون سنة يعني أقدم منه ولما ظهر أعدمدوا اللي هو يكون فليس له وهو كان أضعف المخلوقات يعني إما جلدون أضعف المخلوقات يعني حيوان بيبشن 15 كم في الساعة طب كلهم كانوا بديمشوا 70 كم عادي فهو كان ضعيف في السرعة وكان مش بيضع حق يؤتم وكان مش بيعرف يعمل لياقة في الميا لوزنه الحائل مع أنهم يقربوا لوزنه لكن المجالودون كان أضعف المخلوق في التاريخ وفي النهاية هي بداية لحلقات أخرى كان معكم العالم الصغير من قرية دردش علمية ترجمة نانسي قنقر